من جنبه قال رئيس وزراء فلسطين أن فلسطين تحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى وأشهد أشتياب الموقف المصري الداعم لجميع القضايا الفلسطينية في جميع المؤسسات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسة الشرقية هذه العلاقة التاريخية المتجذرة بين بلدينا اليوم نعززها بالمشهد السياسي الداعم لفلسطين في جميع المنصات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال من أجل إقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين من أجل أن يكون للفلسطيني بيت آمن في ظل هذا الإقليم المتغير والظروف الدولية المتحولة التي نعيشها نحن وأنتم اليوم ونحن دولة الرئيس شركاء مع مصر في الرؤية السياسية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين نحن شركاء مع مصر بالحفاظ على الشرعية الفلسطينية بما يمثل الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر